ما يزال إقرار مشروع قانون موازنة عام 2018 نقطة خلافية بين الكتل السياسية والتي تنتظر إقرارها من قبل الفرلمان الذي يشهد تأجيلا متكررا لجلساته يأتي ذلك بالتزامن مع تجميد لمشاريع مفصلية في الدولة ومصالح معطلة للشعب وفي هذا السياق حيث جمع أعضاء في مجلس نباب تواقع لإدراج مشروع قانون الموازنة الاتحادية للسنة المالية الحالية على جدول أعمال جلسة الفرلمان المقبلة النائب عباس البياتي أوضح أن رئيس الوزراء حيدر العبادي اجتمع مع الكتل المعترضة وقد توصل معهم إلى رؤية موحدة بشأن بعض النقاط الخلافية مبينا أن الكتل السياسية بإمكانها المناقلة بين أبواب الموازنة في وقت أصبح فيه مشروع قانون الموازنة جاهزا للقراءة الثانية ومن المتوقع أن يعرض خلال الجلسة المقبلة ضمن جدول الأعمال ترجمة نانسي قنقر